السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله سورة التكوير هي سورة عظيمة وسورة مباركة حينما نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بقي فترة متأملا في معانيها ومتأملا في دلالاتها وخاشعا لامر الله سبحانه حينما كان النبي الكريم يحدث اصحابه يقول من اراد ان يطلع على مشاهد من يوم القيامة فليقرأ سورة اذا الشمس كورت وايضا سورة اذا السماء انفطرت وصورة اذا السماء انشقت هذه السور جاءت متتالية لتتحدث عن يوم القيامة وعن مشاهد البعث والنشور السورة جاءت في نصفين الشطر الاول موجه لكفار قريش والى السنضيد من الذين يرفضون الايمان بشيء اسمه اليوم الاخر وهذا غير خاص باهل قريش هذا عام بالملاحدة والمتشككين عبر التاريخ في كل زمان وفي كل مكان هناك ملاحدة وهناك متشككون يرفضون فكرة البعث والنشور يقولون بان ما في لا بعث ولا نشور انهي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الظهر فقط حياة فيها بداية فيها متاعب ثم نهاية ثم ننسى ويطوى التاريخ هكذا يفكرون ويقولون بان الحياة يعبر عن نيزك من النيازك السابحة في الفضاء التي لها القابلية للنشوء والارتقاء ثم سوف تنتهي يوما من الايام وما في لا اله ولا بعث ولا نشور ولا حساب كل ذلك اساطير الاولين وما جاء به الانبياء افتراء واختلاق من عندهم واكثرهم كانوا عندهم مس من الشيطان وعندهم هواجس وعندهم عقول سقيمة هكذا يقول هؤلاء الملاحدة فرسول الله صلى الله عليه وسلم في اول الدعوة واجه صنفا من هؤلاء صنفا تحدوه وقالوا يا محمد كل ما تذكره خرافة واباطل ما في لا بعث ولا نشور ثم اتهموه بانه مجنون واتأهموه بان هذا الفكر الذي عنده انما هو من همزة الشياطين سيدنا النبي كان امي لا يقرأ ولا يكتب ولا يدري كيف يجادل هؤلاء القوم فجاء الوحي الالهي جاء القرآن الكريم نزل عليه من لدن الخبير العليم عن طريق جبريل عليه السلام تعالوا بنا ايها الاحب الكرام نتأمل في هذه السورة وهي في الاصل خطابين اتنين الخطاب الاول خاص بقضية البعت والنشور ربنا سبحانه وتعالى يقيم الادلة الدامغة والبراهنم القوية على صدق البعت والنشور والنصف التاني يزكي رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ويتني عن الصادق الامين جبريل عليه السلام ويؤكد بان الهداية هي من عند الله وهناك حرية كاملة من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يقول الله تعالى في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي دنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت كل هذا الكلام وهذا القسم ليقول لنا ربنا عز وجل علمت نفس ما أحضرت هذا كله قسم ربنا يقسم بكل هذه الظواهر الطبيعية المخيفة المرعبة ليقول لنا في الختام علمت نفس ما أحضرت القضية كلها تتلخص في أن الأنفس سوف تحاسب يوم القيامة وربنا قد أعطانا الأدلة والبراهيم وأقام الحجج فلم يبقى هناك عضر لمعتدر الصورة تسمى صورة التكوير التكوير لأنه ابتدأت بقوله تعالى إذا الشمس كورت الحق عز وجل يلفت انتباه المشركين والكفار إلى الشمس هذا الكوكب الناري الكبير الضخم ما أضخم الشمس بعظمتها كلها وتشرق في دقائق معدودة على نصف الكرة الأرضية ولا تكاد تنقضي ولا تنضب من خلال الشعاعي العظيم هذه الشمس ستكون إلى بوار إذا الشمس كورت كورت بمعنى أن تم إلثافها لفت ثم بعد ذلك ربنا عز وجل يرميها ينطفئ نورها هذه الشمس سوف يأتي يوم ينطفئ نورها وتصبح باردة قارثة ثم تكوكب وتلف كورت ثم ترمى في النار وتصير عبارة عن جمر في النار هذه الشمس العظيمة ما هي إلا جمر صغيرة داخل النار والعياد بالله لاحظوا أيها الأحباب الكرام هل سبق لكم أن رأيتم غضب الطبيعة ما يسمى غضب الطبيعة لعلكم رأيتم زلزال مشهد في فيديو أو في تلفاز ورأيتم ربما هجوم موج تسونامي أو رأيتم عواصف رعضية أو رأيتم إعصارات البشرية يا ما رأت بعض الظواهر يسمونها غضب الطبيعة وهي في الأصل غضب الله سبحانه وتعالى لذا الطبيعة صماء وعمياء وبكماء تأتمر بأمر الله عز وجل أخطر ما شهدته البشرية هو الطفان سيدنا نوح الذي غمر الأرض بكاملها لكن الله تعالى يتحدث عن أعظم تغير في الكون وفي الطبيعة وهو صعب جدا أن نشرحه باللغة لأن الإيقاع القرآن قوي لما تقرأ الآيات قلبك يرتشف وتشعر بالخوف وبالرعب والنفوس تكاد تموت من هول ما تسمع يحكي ربنا عز وجل بأنه حينما تأتي القيامة يبدأ بالشمس أولا الشمس هذا الكوكب الناري يلف ثم يطمس نورها ثم تصبح بردة وتكور وترمى في النار كأنها حصات إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت النجوم والكواكب بالملايير السماء مزين بالنجوم والكواكب وهناك عدة مجرات وهناك كوكب التبانة وهناك الملايير الملايير من النجوم كل هذه النجوم التي لها وظائف ولها مهام ستنكدر ما من إن كدرت إن طمست بعضها سوف يصطدم ببعض ما يسمى في علم الفيزياء بنظرية استضام الكواكب لما تخرج عن مدارها هناها هناها ثم يأتي وقت يقع الانفلات ويسمى عند الفيزيائيين الخبراء بنظرية الاستضام الكبرى هذه النجوم كلها سوف تنكدر وإذا الجبال سيرت الجبال العظيمة التي تقف أمامها وهي شامخة هذه الجبال التي تحفظ توازل الكوكب الأرضي ربنا يقول سيرت ستسير إلى أن تسير رماد صفصفة يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفة فيدرها قاعا صفصفة لا ترى فيها عيواجا ولا أمتر الجبل الضخم الكبير العالي كله سوف يسير تراب منتل الدقيق انتهى وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت العشار هو رمز للأموال السائدة عند العرب العشار مقصود بها الجمال الجمل العشرية الحامل التي بلغت سنها العاشر وهي أجمل وأكمل مال يملكه العربي أندك المقصود بأن الأموال كلها من بهائم ومن زروع ومن كروم ومن تمور كل شيء سوف يعطل وإذا العشار عطلت يعني الأموال لن ينظر إلى الإنسان عنده أرصد بنكية عنده عقارات عنده أسهم في شركات كل ذلك يعطل ولم يعد له أي تقيمة وإذا النفوس زوجت النفوس زوجت قيل بأن في يوم القيامة كل فئة تنحاز إلى صاحبتها كما قال الله عز وجل وكنتم أزواجا ثلاثة كيف أزواج ثلاثة النوع الأول هم أصحاب اليمين والنوع الثاني هم المقربين والنوع الثالث هم أصحاب الشمال الأصحاب المشأمة والعياد بالله فربنا عز وجل سوف يصنف الناس أصحاب ثلاثة هناك المقربون في جنات النعيم أهل الإيمان وأهل اليقين الصابقين في الخيرات يسمون المقربون وهناك المتدبدبون لكنهم مؤمنون يسمون بأصحاب اليمين وهناك والعياد بالله أصحاب المشأمة الذين لهم شؤم ولهم ضياء فكل يبحث عن صاحبه كل يبحث عن زميله إذا كانك صديق في المسجد تبحث عنه في حلقة ذكر تبحث عنه إذا كنتم في عمل إنسان خيري تبحث عنه فيعينك وتعينه هدو أهل اليمين أو المقربون أما أصحاب المشأمة عنده صديق في خمارة عنده صديق في ملها عنده صديق يسرق ويغتصب ويظلم سيبحث بعض عن بعض وينضم بعض إلى بعض وقيل المعنى وإذا النفوس زوجت أي قورنت بأعمالها إلى أن قال وإذا الموؤودة سئلت بأي دنب قتلت ربنا عز وجل يقيم العدل في يوم القيامة فيخرج الناس من قبورهم الناس الذين ماتوا قبلنا وبعدنا الكل سوف يقوم نفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون كأن بأهل لا إله إلا الله ينفضون عنهم التراب يقولون الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور أما المشركون فيقولون يا ويلتنا من أيقضنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا المشهد الناس يخرجون من قبورهم حتى الموؤودة التي وعدت وهي صبية صغيرة إما تم إجهاضها وإما أنك مكت في الجاهلية إذا بشر أحدهم بالأنت ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب هذه الموؤودة وذكا الطفل المجهد كلهم يبعثون ويقول يا رب هذا أبي أو هذه أمي اسألها لماذا وأذوني وإذا الموؤودة سئلت بأي دنب قتلت كان النبي الكريم لما نزلت هذه الآية الكريمة بعض الصحابة الذين أسلموا وقد كانوا قد وادوا بنات في الجاهلية جاء أحدا فقال رصد الله لقد كان عندي بنات ووأتهن فقال له كفارتها أن تعتق رقب عن كل نفس كان عنده سبع بنات كلهن وادهن قال لأعتق سبع رقاب وجاء آخر قال يا رسول الله أنا وأت بنات وعندي جمال عندي بدنة قال عن كل رقبة بدنة عن كل رقبة عن كل فتاة وأتها تنحر ناقة وتصدقها على الفقراء والمساكين ذلك فديتها إلى أن قال الله تعالى وإذا الصحف نشرت هذا أخطر ما فيها الصحف كل واحد مننا له كتاب وكل واحد مننا يستر عن نفسه لكن يوم القيامة تتطاير الصحف ويقع الإشهار والتشهير نحن في الدنيا نخاف من التشهير كم سمعنا من فنان أو سياسي أو رجل أعمال مشهور يخاف من التشهير لما يكتبون عليه بأنه ضبط يشرب الخمر أو ضبط في جلسة حميمية غير شرعية أو ضبط هنا وهناك الناس يخافون أصعب طعن ممكن تطعن به أي مشهور سياسي ولا فنان ولا عالم ولا رجل أعمال أن تطعنه بأنه يقوم بأعمال سيئة فالناس كلهم يحبون السطر لكن يوم القيامة يقول الله تعالى وإذا الصحف نشرت كل شيء منشور هناك من سوف يقول ويتم وي يا ويلتا لا يحب أن يعلم الناس ماذا كان يفعل من أشياء ما السورة فهذا من هول يوم القيامة وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كوشتت السماء هي سقف محفوظ رفعها ربنا بغير عمد هذا السقف كله غادي طير غادي يزول وينضطر مثل مثل خمر المرأة في رأسها لما المرأة تزيل خمرها عن رأسها هكذا السماء كوشتت يزال ذلك الغلاف الجوي الأزرق ونشعر بأننا ليس هناك من يحمينا من الكواكب والنجوم والنيازك وإذا السماء كشتت وإذا الجحيم سعرت الله تعالى يأمر الجحيم هي النار سماها الجحيم سعرت ربنا عز وجل يغلي فيها النيران نيران تغلي ونيران تستعد لأنها تقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد سعرت والعيد بالله نسأل الله السلام والعافية وإذا الجنة أزلفت الجنة تزينت وتعطرت وتستعد لاستقبال زوارها وتقول يا رب أقم الساعة إني اشتقت لأحبابي واشتقت لزواري وحينما تفتح أبوابها كنشم رايحة المسك والعنبر وبريق اللؤلؤ والمرجان وتقول يا رب أقم الساعة أقم الساعة لقد اشتقت لرؤية أحبابي وسكاني هم المؤمنون المتقون كل هذا الكلام وهذا القسم ربنا يقسم بهذه المظاهر لكي يقولن في الختام علمت نفس ما أحضرت هنا كل واحد مننا سوف يعلم حقيقة ما حضر وأحضر يعني كل ما كنا نقوم به في الدنيا يكتب لنا أم علينا كل أعمالك تحصى إما لك وإما عليك لك إذا كانت حسنات إذا كانت قربات إذا كانت مبادرات مبادرة الخير كلها لك هنئا أما إذا كانت ظلم وتعسف وجرأ على شريعة الله تعالى ومطالبة بتغيير حكم الله لصالح حكم وضعي جاء من الغرب أو من الشرق كل هذا والعياد بالله مكتوب عليك علمت نفس ما أحضرت وربنا عز وجل بعد أن يكر في النفوس بأن هناك القيامة العرب كانوا متقنين للغة العربية فكانوا إذا قرأوا الآيات يشعرون بالارتجاف وبالخوف في المقطع الثاني من سورة التكوير ربنا ينتقل من عالم التخويف وعالم التهويل وعالم مظاهر الكون الشمس والقمر والنجوم والبحار وكل هذه المخلوقات الوحوش حشرت حتى الوحوش ما معنىها؟ معنى أن الوحوش يعني عادة الوحش يتبع فريسته لكن في هذا المشهد كل الوحوش تحشر تجري خائفة حتى الأسود والقطط والدينصورات والأفاعي كل يجري الوحوش حشرت خائفة مما سوف يصر لها هذه المشاهد كلها ينتقل منها ربنا عز وجل لينتقل ويتحدث مع أهل الإيمان فينتقل إلى عالم جميل عالم فيه ملامح الجمال والرونق فيقول جل علاه فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس هنا ربنا عز وجل ينتقل إلى عالم جميل عالم الخير عالم الجمال والبهاء الخنس هي الكواكب والنجوم اللامعة ربنا يقسم بها فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس هذه التي تضيء لنا في النهار تضيء لنا في الليل ثم تتباعد في النهار انظر إلى حركية النجوم انظر إلى القمر والمريخ وعطارد وزحل والمشتري والزهرة انظر إلى الأرض والشمس انظر إلى الكواكب البعيدة جدا ما أجملها وما أعظمها تسير في نظام وتسير في تبات من خلقها إنه الله سبحانه وتعالى أترى قد خلقت هي من تلقاء نفسها كلا أترى أن هناك من يزعم من الخلق أنه خلقها حاش وكلا ومن يجرى أنه خلقها هو الله تعالى يخبر ويكرر بأنه هو الخالق انظر إليها فلا أقسم بالخنس لجوار الكنس والليل إذا عصعس انظروا إلى أتى رحمة الله هذا الليل الجميل لما نشعر بالتعب ونخلد للنوم فيرخي الليل سدوله وننام في راحة وطمأننة ودعه والليل إذا عص عص هي كلمتين عص عص معنى كأنه يحرص عليك حراس من عند الله تعالى وليل فيه هدوء وسكينة والصبح إذا تنفس لما يصير الليل ربنا يعطينا بالصبح فالصبح هناك أكسجان جميل مقوي ومشفر الأمراض والأسقام يكون كل صلاة الفجر مع الفجر ربنا يطلقه في الكون وكل من قام للفجر وركع وسجد يستنشق هذا الهواء فيعطيه الله الصحة والعافية والصبح إذا تنفس يقسم ربنا بذلكلام يقول إنه لقول رسول كريم لأن القرآن العظيم رفده الجاهليون ورفده المشركون ورفده الكافرون وقالوا هذا القرآن أساطير الأولين وأنه مفترى وأنه مختلق فربنا يقسم بهذه المظاهر ليقول إنه لقول رسول كريم هذا القرآن قاله رسول كريم من هو هذا الرسول؟ هو جبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين الذي أنزل هذا القرآن سماه الله تعالى رسول كريم هذه الصفة أذكية وصفة جمال لسيدنا جبريل عليه السلام وصفة الله بالكرم نقول فلان كريم المقام يعني رفيع المقام ودو أخلاق عالية هكذا يتني ربنا عز وجل عن أمين الوحي وسفير بين الله ورسله جبريل عليه السلام إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ربنا وصفه بالقوة جبريل عنده قوة عظيمة عنده ستمائة جناح جناح واحد لو ضرب به الكوكب الأرضي لصار ترابا جبريل عليه السلام لو نفخ في الكوكب الأرضي لا دهبت الأرض أدراج الرياح إنه قوي وأنتم مدى عندكم؟ عندكم سيوف عندكم نبال عندكم حراب وحتى في عصرنا هذا مدى عندكم صواريخ ودبابات عبر القارات عندكم قنابل هورشيما ونكزاكي أبدا إنه قوة مذهلة لله سبحانه وتعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين يعني علاقته مع صاحب العرش مع رب العالمين مع ملك الملك له مقام مكين وله سمعة مكينة وله نصيب عظيم مطاع تم أمين لمن سمه مطاع؟ لأن جبريل عليه السلام عنده خدم من الملائكة بالملايير لا يعدون ولا يحصون كلهم يطيعون إذا أمر أحدهم بأي شيء فإنه يقوم بتنفيذه لما كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أودي من طرف كفار قريش ولما عدا من الإسرائي والمعراج بعت الله إليه ملك الجبال ملك غريب تحت إمرت جبريل عليه السلام فلما رأاه سيدنا النبي خشي على نفسه قال من تكون؟ قال أنا ملك الجبال ملك الطوارئ قال إن جئت أطبقت عليهم الأخشبين أطبقت عليهم الأخشبين فقال الله تعالى أسأل الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله هناك ملائكة كتر يشتغلون تحت إمرة سيدنا جبريل وكلهم يطيعونه لذا قال الله تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع مطاع يطاع ثم أمين يعني كل الأمور التي يبعثوا بها الله تعالى يؤديها بأمانة وبصدق وبحفظ ليس هناك تبديل وليس هناك تغيير أبدا إذا أمر الله تعالى رسوله جبريل بأن يبلغ رسالة فإنه يبلغها كما هي لا ينقص ولو حرفا واحدة لا يزد ولا ينقص إنه أمين مطاع تم أمين ثم ينتقن ربنا عز وجل ويزكي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول وما صاحبكم بمجنون هذا صاحبكم محمد الذي تم اختياره واستفاؤه وأنزلنا عليه القرآن ما هو بمجنون إنه فيه صفات جبريل أيضا صادق وأمين ثم قال ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين يعني قد رأى جبريل رأي العين سيدنا النبي سوف يكشف له ستار الغيب ويرى جبريل على صورته بقي منبهرا رأى صورة عظيمة نور على نور لجبريل وحوله ستمائة جناح كل جناح ما أعظمه وما أجمله وبقي سيدنا النبي تلك اللحظة مندهشا لكن فيما بعد ربنا عز وجل كان يشكل جبريل في صورة آخر رجل عادي وهو الصحابي الجليل ذحية الكلبي رضي الله عنه فكان يأتيه وسط الناس ويحدته ويبلغه أوامر الله تعالى وينزل عليه الوحي والناس لا يدرون وهو بينهم يتشكل في صورة إنسان أما لما رأاه هنا صورة حقيقية ولقد رآه بالأفق المبين لا رأى أفق الشمس والكون بشكل واضح وبين إلى أن قال وما هو على الغيب بضنين كل ما أخبركم به محمد من الغيبيات ليس متهم فيها الضنين هو المتهم ليس متهما إذا أخبركم بالجنة والنار والبعت والنشور والقبر والحشر كل ذلك صدق وكله أمانة وأنه صادق أمين وما هو الغيب بضمين وما هو بقول شيطان رجيم لأن بعدكم فرق ريش يقولون كلام محمد إنما هو وساوس شيطانية عنده مس من الجن وكلام إبليس هذا فربنا عز وجل يبرئ ساحة نبيه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول وما هو بقول شيطان رجيم إلى أن قول فأين تذهبون إذا رفدتم يا قوم كلام ربكم أين تذهبون ما هي حدودكم إلى أين تبتعدون إنكم في قبضة الرحمن أين تذهبون إنكم في ملك الله تأكلون من طعامه وتشربون من نعيمه وتعيش تحتسق فيه إلى أين تصلون إلى أين تذهبون هل عندكم مدهب آخر بعض الناس عنده مداهب هذا عنده الوجودية وهذا عنده الصفسطة العلمية وهذا عنده الأفكار متعددة كلها مداهب باطلة المذهب الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان هو مذهب الفطرة فطرة الإسلام التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله إلى أن يقول فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين يا قوم هذا الكلام الذي ذكره كله محمد ما هو إلا ذكر للعالمين لاحظوا أن هذه الآية هي سابع صورة نزلت في القرآن سابع صورة في مكة لا زل الإسلام غريب وكان أنداك سيدنا محمد يتحدث عن العولمة وعن العالمين وما هو إلا ذكر للعالمين حينما نزلت هذه الصورة كان عدد المسلمين ثلاثي نفر فقط ثلاثي نفر كان أولهم سيدنا النبي وأمنا خديجة وعلي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وفئة مننا المستطعفين منهم بلال وعمار وأم عمار وأبي عمار وخباب وبدو الخارط مجموعة صغيرة جدا لا تتجاوز ثلاثي النفر فقراء ما عندهم لا طعام ولا شرام ولا نبس وكان آنداك يتحدث عن العولمة عولمة الإسلام بأنه سوف ينتشر في الأفق ويصير إلى العالمين يصير إلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى روسيا وإلى الهند وإلى إفريقيا وإلى القطب المتجمد الشمالي وكيف يعقل أن إنسان يجي في صحراء ضعيف ويتكلم عن العولمة في ذلك الزمان قبل خمسة عشر قرن من الزمن إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم هنا الحرية الدينية حرية الاعتقاد كل هذا ليس بالإكره من أراد أن يستقيم فله ذلك ومن لم يرد فهو حر في نفسه يقال أن أبا جهل لما سمع هذه الآية لمن شاء منكم أن يستقيم قال إذا نحن أحرار من أراد أن يؤمن بمحمد ودعوته فليؤمن ومن أراد أن يكفر فليكفر وقال عن نفسه وأنا سوف أكفر فنزل قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يعني كل هذه المشيئة عندك الظن بأنك التلع عندك القرار وعندك الاختيار وعندك الرأي الحر إنها إيرادة الله حتى في اختيارك أنت لم تخرج عن دائرة الاختيار العام الاختيار الكلي هو إيرادة الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يعني أن الإنسان قد يغتر بعقله ويغتر بإيرادته وبعزيمته ويقول أنا الذي أصنع الحدث أنا الذي أفعل كذا وكذا لا يا سيدي فعل كذلك داخل تحت إيرادة الله هو الذي أعطاك السمع والبصر والعقل والفؤاد وأنت في أرضه وتحت سمائه وتعيش في خيرته ومصيرك بين يديه ولا يمكن أن تفعل شيئا خارج إيرادته وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ختم الآية نسمع الله رب العالمين هذه كلمة فيها رحمة وفيها فتح لباب الهداية ربنا يتحدث معكم يا عباد إنه ربكم إنه خالقكم إنه الذي صنعكم وأنتم كنتم عدم فجعلكم تراب ومن تراب سواكم ونفخ فيكم الروح وأعطاكم السمع والبصر والفؤاد واختر لكم الآباء والأمهات وأعطاكم الأزواج والزوجات وأكرمكم بالدرية ذكور وإنات وأعطاكم الخيرات والعقول وأعطاكم الامتيازات وأعطاكم النعيم لماذا هذا الاستكبار على ربكم وهو رب العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالهداية ويمن علينا بالخير ويمن علينا بالإيمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسي صحابته ويقول ويقول من أرد منكم أن يتعجل ويتفكر في البعث والنشور وأهوال يوم القيامة فليقرأ صورة التكوير اقرعوها يا أحباب واحفظوها عن دهر قلب ورددوها مرارا وسوف تجدون حلاوتها في قلوبكم وتجدون تأثيرها في سلوككم وسوف تشعرون بأنكم قريبين من الله ومن كان قريبا من الله أكرمه وأرزقه وأعطاه الخير وأعطاه القبول في الأرض والسماء اللهم تقبل منا يا أكرم الأكرمين واجعلنا من أهلك وخاصتك قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا لكم بعد